بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا وحن صلى الله عليه وسلم دائماً مع السلسلة للتعصي الله ودائماً مع معاصي اللسان الله يقول عليه الصلاة والسلام في حديث إن العبد لا يلقي بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرتفع بها في عليين وإن العبد لا يلقي بالكلمة من صخة الله الكلمة من صخة الله يهوي بها سبعين خريفا في جهنم أية هات الكلمات التي لا يتفطن الناس إليها ثم تجري على ألسينتهم بدون وعي منهم فتهبط منهم سبعين إنها كلمات خطيرة كلمات كثيرة يقولها الناس لا يلقون لها بالا مثلا في قضية الصلاة يقول هيا بنا لكي نلقي على كواهلنا هذا اللهم شو يخلصوا الكريم هل هي يدين؟ النبي يقول أريحنا بها هي قرة عن المؤمنين الصيام قال أحدهم هذه المرة حينما انتهى شهر رمضان قال والعياذ بالله غتلة يوم دي المخزن رح نكملنا بها هذه تعالى المخزن هذه أعوذ بالله أنت لا تصوم لله إيمان واحتسابه أنت تصوم كأنك تساق عياذ بالعصى من الذي دفعك للصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وشرابه يلعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية هذا الذي ذهب إلى الحج وقال له لا يدي تمحت شي واحد هذا الذي يقول والعياذ بالله في الصوامع العالم تقدم وأرسل صواريخ إلى القمر وأنتم لازلتم ترفعوا هذه الصوامع ما الذي أعطتكم هذه الصوامع يستهزئوا بالركوع والسجود يستهزئوا بالقرآن قال لأحدهم إذا دخل إلى الإدارة قال له أنتم أصحاب لها كوموا يعني يستهزئوا بالقرآن عياذا بالله واحد يقول واحد مثال عندك يقول له رمضان قال له هل تصوم الستة من شوال قال على خيرك رمضان سمع واشره والله أكبر يتهم رمضان أنه ليس فيه خير ولذلك لن يعود إلى الصيام قض كأنه كان في سجن ثم انطلق هكذا يتعامل مع الله هذا هو الكلام والعياذ بالله حينما يرى عياذا بالله فقيرا يصاب بمصاب يقول له لتم يبكي ورب يزيد له كأنه يتهم الله بالظلم تعالى الله عن ذلك علو كبير العياذ بالله هل عياذ بالله يقول له الفول يعطيه رب يغلم عنده سنين معنى أن الله تعالى سبحانه عزيزي يظلم تعالى الله عن ذلك علو كبير هناك كلام يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية زواجه بعائشة بدون علم هناك عياذا بالله استهزاء بالملائكة يجب نكت على الملائكة على اليوم القيامة على يوم الدين على الأنبياء على الكتب السماوية يا لطيف يا لطيف ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر مما ينطق به فإن بعض الكلمات التي تخرج من الأنس إذا سرنا نقيمها بمنطق وبميزان الإسلام تكون إما ضربا في العقيدة وإما تعطيلا لصفات الله وإما استهزاءا بالقرآن وإما استهزاءا بما يجب على المؤمن أن يعظمه من حرمات الله وبذلك يقع في محظور عظيم عظيم سمع الإمام أبو حنيفة رجل ينادي طفلا يقول لي يا يحيى خذ الكتاب وقال ويحك الله حينما قال يا يحيى كان المقصود هو يحيى بن زكريا أجعلت ولدك يحيى هو يحيى بن زكريا أتستعمل القرآن فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه لقد كفرت قالوا لقد كفرت جدد إيمانك جدد إيمانك أنا في الطلبة كان سمحهم يقول له مثلا إذا أرادوا الطعام يقولوا أواخر سورة المائدة كما يقول سيدنا عيسى عليه السلام من قاله الحواريين نزل علينا مائدة من السماء إذا أرادوا عياذا بالله نسأل الله أن يمرروا خطابا أو رسالة بينهم يأتون بآيات نزلت في أمور خطيرة فيستعملونها للتفاهم بينهم ولكي يضحكوا على من يحضر معهم دون أن يفهمهم يا الله فإياك إياك أن يجري أن تجري على لسانك مثل هذا الكلام الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى مهالك خطيرة فنسأل الله العفو والعافية يا رب 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 اشتركوا في القناة